موسيقى بسم الله الرحمن الرحيم اللقاءات الفاتت في الترابل فيكم الفاتف ، بسم الله الرحيم اليوم ، سوف نحدث عن التشكل بست Accenschaft بخácات ör الاتجار. تمام؟ نحكي في البداية عالبوند تريدينج. البوند اللي هو السندات. most of the bond are trading in the in the OTC markets. OTC. OTC market. OTC it's stand for over the counter markets. Over the counter markets. Over the counter markets. يعني أسواق غير نظامية. نعطي مثال على سوق نظامي اللي هو بالبوند تريدي. نيورك السوق اكشينج هو نوع من الأنواع النظامية. يعني البورسة العادية بتشوفوها والسوق المالي العادي هذا بسموه سوق نظامي. في بعض العمليات بتتم خارج السوق المالي. هذا ما سميها over the counter. يعني مثلا لو كانت التعليمات بتحكي انه اه الصفقات في السوق المالي العادي مثلا نشت مضاعفات العشرة تلاف سهم. the rounding of 10,000 stocks. طب لو كان احنا بدنا 950 سهم. من وين نجيبهم. من روح على ال over the counter market. اذا السوق العادي او النظامي مثل اليورك السوق اكشينج هو سوق نظامي. كل العمليات فيه standard. نظامية حسب القوانين والانظمة. ال over the counter market. العمل عشان فيه small dealers or small investors. they want to trade in the financial markets. so to make the life easy for them. عشان يسهلوا حياتهم. so the issue the O2C markets. over the counter markets. بدأ لانو لازم يشت الواحد عشرة تلاف سهم. فمعها بس قيمة الموبايل اللي بيحكي. يا ريت اوكي. بنت ثاني مرة اي واحدة بتفتح الموبايل. نهاي بديش اشوفها من. so the over the counter markets. هو زي ما حكينا هو سوق غير نظامي. اوكي. السوق الغير نظامي. العمليات اللي لا تنطبق على السوق النظامي بروحوا بنفسوها بالسوق الغير نظامي. واعطينا مثال بسيط على how we trade this. البند market. سوق السندات. سوق السندات. سوق السوداء. لا مش سوق السوداء هي. it is organized. هذي بتكون منظمة. لكن بعض التعليمات اللي ما بتنطبق على السوق العادي بتروح على the OTC market. وهذي one of the largest markets. مثال هالنازدك. OTC اكبر مثال الها الاش? النازدك. عارفين النازدك one of the largest markets in the world. اكبر سوق في العالم. ارظن بيجي بعد نيويورك stock exchange. بعد سوق نيويورك. فعشان هيك البند market يتم الاتجار فيها في OTC market. حديثا وجديد السنوات الأخيرة صار البند ماركت is traded through the new york stock exchange. طبعا احنا في الأسواق السوق خلصية ما فيش عنده بند ماركت. فيش عنده أسواق سندات. لكن في في مصر مثلا في دبي في هاي الدول في عندهم أسواق سندات. اوكي. comparing with the stock market the bond market is very thin. thin يعني محدود. يعني السوق ماركت is heavily traded. however the the bond market is a thin traded. يعني الاتجار فيه ضعيف. ليش البند ماركت السندات. ليش تستطيع ضعيف? because the trading on the bond market is limited to the corporations and governments. لانه الاتجار في سوق السندات فقط محدود للشركات ولا الحكومة. فمعنى الكلام individuals they cannot access this market. مقدروش انه يعملوا trade في هذا السوق. زي ما حكينا جديد the new york stock exchange. طبعا هو is secondary market is expanding its bond trading system. هلا صاروا يتوسعوا في عملية بيع وشراء السندات. لكن بالاساس كان هو نازدك is dominated this market. تمام. بعد ين يورك stock. شين صار برضه سوق شيكاغو. الاسواق الاخرى. اليورو ماركت. اليورو نيكست. كلهم صاروا يشتغلوا في البوند ماركت. نيويورك stock exchange now after the expansion. after the expansion. نيويورك stock exchange bonds is the largest centralized bond market of NUS exchange. بعد التوسع اللي عملوها في في التسويق للسندات أصبح نيويورك stock exchange هو أكبر سوق سندات في الولايات المتحدة الأمريكية. حسنا. هذا التطور في البوند ماركت. نرجع لبعض الأسواق العالمية وبس يعني تاخدوا نظر عنها. في عندنا لندن stock exchange. وحكينا على اليورو نيكست. اليورو نيكست ماركت. هذا اليورو نيكست بضم مجموعة أسواق مع بعض. يعني هو سوق مجموعة أسواق. إيش الأسواق بضم بها باريس. أمستردام. كلهم. يعني لو إحنا بنعمل تجار في أي سوق من هدول أسواق. أوكي. اليورو نيكست هو اللي بنفذ العمليات اللي بتتم في باريس. في أمستردام. وبعدين اللي صار اليوم كمان. المرة الفاتحة سألنا سؤال. لأنه صار في ميرجينج. بين بعض الأسواق الأسواق الأوروبية وبعض الأسواق الأمريكية. يعني زي ما صار فيه دمج بين يورو نيكست وبين نيويورك ستوك إكشينج. فهذا الدمج صار إنه إحنا لو بنا نشري أي سهم أو أي سند من أوروبا ممكن نشريه من الولايات المتحدة الأمريكية. صار الـ companies listed in the United States the same companies listed in the European countries markets. فهذا صار فيه تداخل في الأسواق المالية. في عنا كمان من الأسواق القوية توكيو ستوك إكشينج. توكيو ستوك إكشينج من أقوى الأسواق في منطرة أسي. توكيو. بتلاحظوا إنه الأسواق المالية هذي إيش السبب إنه بيعملوا ميرجينج و وبكون فيه 24 hours trading. لو إحنا مشينا مع عقارب الساعة. لو مشينا مع عقارب الساعة نشوف هالأسواق المالية هاي كيف تمشي مع عقارب الساعة. اليوم الساعة الصباح ساعة 8 الصبح بتشرق الشمس على آسيا صح؟ أول ما بتبدأ الشمس تشرق من منطقة آسيا. الصين واليامان. فبتكون 30 وفاتحة. يعني من ساعة 12 في الليل إحنا بتوقيت فلسطين لتمانية صباح توقيتنا بتكون منطقة آسيا بتفتح سوق سوق. أوكي؟ واحدة واحدة. يعني كل ساعة بفتحنا سوق بتبدأ الدنيا ماشية من آسيا. يعني لو إحنا بنمشي هاد الشمس وبتمشي الشمس بهالطريقة هاي. أوكي؟ فبتقابلنا الجبان. أوكي؟ بعدين بتمشي بتفتح شاينة. بعدين تدخل على الميدل إيست. في الميدل إيست تبدأ الساعة 8 تفتح الدنيا. صح؟ اللي هو 8. طبعا هاي الميدل إيست. فأهم سوق في الميدل إيست هو سوق دبي. أو سوق دبي، سوق قطر والبحرين، أليكسندريا وكايرو وعمال. هادول أسواق بتفتح يعني ورا بعض. وزا إحنا ويموفينج وزا ضلنا ماشيين. الساعة 10 صباح توقيتنا برضو. بتفتح تبدأ تفتح أوروبا. بتمشي الشمس عشان تشرق على أوروبا. بتبدأ بلندن، بفرانكفورت، باريس، كله بمشي معهم. بعدين أجيين الساعة طبعا لو حكينا إحنا من الساعة 12 تمانية، من الساعة 8 للساعة 4 ببدو الميدل إيست. أسواق أوروبا وأوروبا. شرق الأوسط وأوروبا ماشيين على خطوط متساوية. بعدين من الساعة 4 مين ببنا؟ بفتح. من الساعة 4 ببدو لعند الساعة 12 أسواق الولاد المتاح الأمريكية، كندا والمكسيك، ودول أمريكا الشمالية وأمريكا الجنوبية. فبصير هيك الأسواق المالية كلها بتكون كل فاتحة 24 ساعة. فعشان هيك بحتاجة يعملوا ميرجينج بين الأسواق المالية حشان ما يصيرش فيه فلكتواشن بالأسعار. يعني هلا مثلا بسطيق أشري مثلا الـ IBM من دبي. حتى 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 الـ New York Stock Exchange is closed. ثم إذا كان الـ New York Stock Exchange is closed، يمكنني أن أقوم بسطيق أمريكا في جمان. لأن الكثير من الشركات يقوم بسطيق أمريكا. مثال عنا كان شركة بالتل، الشركة الاتصالات الفلسطينية، كانت في عاملة ديول لستنج مع دبي. فكان ممكن يعمل تقوم بسطيق في فلسطين و تقوم بسطيق في دبي. فازامتو شايفين كيف الفينانشال ماركت is moving according to the Sunrise. يعني بتبشي حسب شروب الشمس. فعشان هيك هدول الديلرز بكونوا، الفينانشال ماركت is open 24 ساعة. شغالة 24 ساعة. فعشان هيك إحنا بنحكي عن الأسواق المالية هدول ضروري تعرفوا. حتى للناس بشتغلوا بالـ Investments. يجب أن نعرف ماذا يحدث في لندن's Stock Exchange، ماذا يحدث في Euronext، في توكيو، في نازداك، في دوباي، في كايرو، في كل هذه الملات. حتى في نيجيريا يجب أن تعرف. حتى في نيجيريا في عندهم سوق قوي في نيجيريا. ونيجيريا تنسوش أنه صار فيه تفلوبمنتز كبير، صاروا ينتجوا ثالث أكبر سينما في العالم. اليوم أول واحدة هوليود، وتانية هوليود، وتانية هوليود، وبعدين نيليود، فصاروا في أتراكت، في نيجيريا. يعني صارت نيجيريا تعمل أتراكتنج للبيج انبسمنتز. وعندهم أسواق مالية برضو، متطورة في ساوث أفريكا، في جنوب أفريقيا، وفي نيجيريا. فعشان هيك، كويس أنه تتاكيك، في كل هذه الملات. نيورك، نيورك ستوك إكشينج، ماجز و أكوزيشن. سوق نيورك، صار يعمل كتير ماجز، سيطرة لبعض الأسواق المالية، و أكوزيشن، وكمان يمتلك هاي الأسواق، يعني مش بس دمج، كمان امتلاج لبعض الأسواق. طبعاً عملية الدمج بتتم خلال ACN، أنا وضحت شمعنا الACN، اللي هو إلكترونيك تومييكيشن نتويك، يعني عملية الرابط الإلكتروني، يجب أن تتحرك الماركت من مكان إلى أخر، يجب أن تتحرك الماركت، في نتويكيشن نتويك، فصاروا يستخدموا الACN، كمان استخدموا الدمج مع الأمريكان ستوك إكشنج، كمان عملوا دمج مع يورو نيكست، يورو نيكست اللي حكينا فيها، اللي هو أسواق أوروبا، اللي تقدم باريس وأمستردام، أوكي، أستاذ عملية الدمج هي نفس عملية الرابط الإلكتروني؟ لا، الضبط الإلكتروني هي نوع، أو خلين نحكي إنه وسيلة، أوكي، وحتى فيه سوق الACN كمان، هو مدمج فيه داخل النيويورك استوكشنج، إيش يعني الACN؟ الACN هي الإلكترونيك كمينيكيشن نتوكس بين الديلر نفسهم، فنيورك استوكشنج، عشان أنتو بعرفش، عشان أنتو بعرفش، I don't know you read when you go home or not. The New York Stock Exchange is a specialist market. However, the ACN is dealer market. So the New York Stock Exchange is merging with two different types of markets. the dealer market and the specialist market. يعني صار فيه عملية دامج بين نوعين مختلفين. النيويورك استوكشنج هو سوق specialist. ورسمنا لكم رسمة كيف إذا فاكرين لما رسمنا الرسمة هذه. أوكي، وحكينا إنه فيه سيتس هان، وفيه ديلرز. ديلرز، أوكي، وبتعاملوا مع الناس الـ specialist اللي هون. فصار عملية دامج، هذي نسموهم ECNs لأنه بربط بناتهم هي نظام ECNs اللي هو شبكات إلكترونية، وبتربط الديلرز نفسهم. فهذا بسموه dealer market. وحكينا هذا New York Stock Exchange specialist market. فصار عملية دامج بين السوقين. صار فيه تكامل بين دور dealer market وبين دور specialist market. كمان، صار كمان مع Euronext market. Euronext له أسواق أوروبا. وبالتالي صار إنه ممكن إحنا يعني مثلا، شركة بدأ تعمل underwriting، شركة بدأ تعمل expansion، فممكن تعمل من خلال Euronext market، وممكن خلال New York Stock Exchange. فشوفوا كم قوة هاي الأسواق بتصير. قبل الاندماج كم هي قوية، وبعد الاندماج كم هي حتكون قوية. فأسواق مليارات الدولارات مليارات transactions بتم الشغل فيهم. الناس داك زي ما حكينا الناس داك بردو صار في mergers and acquisition. طبعا الناس داك تنسوش هو سوق dealers برضو هو بشبه الACN لكن OTC over the counter يعني هو OTC كمان. صغير نظام. صار في عمليات دامج بين instant i-net ACN في نوع من أنواع الأسواق المالية اسمها instant 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 و Boston Stock Exchange بوستون برضو من الأسواق المالية القوية. كمان صار في دامج في Chicago Chicago هي من أكبر الأسواق في الفيوترز كانت هلا أظن أن كان صاري طبعا نيويورك كانت من أول الأسواق المالية اللي هي كانت تتعامل مع الفيوترز والاوبشنز والفوروز اللي هو الـ اللي هي بورسة شيكاغو برضو صار في برضو صار في اندماج في Chicago Board of Trade و نيويورك برضو صار شوفوا كيف إحنا ممكن أنا أم شوفوا أوروبا كان مبعيدة على الـ يعني ممكن نحتاج إحنا 18 ساعة نسافر عشان نسافر عشان نسافر عشان برضو نطرح هذا السؤال ليش ما بصيرش دمج رغم أنه في دول بعيدة عن بعض دول بشكل كبير ولكن بصير في اندماج بناتهم ودول في متجاورة وما بصيرش في دمج بناتهم تريدين كوست لتريدين كوست كيف نريحسب لما إحنا بدنا نتاجر في السوق المالي عادة المرة الفاتة اتحكيت بحيث ك Vется ومعطينا إلى سعر سعر مرة الفاتة نحاولون وحكينا احنا ما رفادت انه هاي اصعار بيع والشراء كل ما الديلر بوسع سعر بيع والشراء الفرق بناتهم بيزيد الربح تبعه لكن في النفس كل ما بزيد البرح كل ما الكوست يعني التكاليف على الانفستور بتزيد فها الكوست بتحمل الانفستور بتحمل نوعين من الكوست اللي هي الكوست تكاليف الاتجار نفسه الكميشن بلوس اللي هو الترانزاكشن كوست كلفة العملية هاي الفرق بين البيد واسك سبريد يعني فيه عن نوعين من الكوست النوع الاول خالي نهل اكسبلسيت كوستوف تريدين اوكي اللي هو كوستوف تريدين بتكون واضحة وكل معروفة والفل سيرفسيز فيسس دسكاونت بروك ريجز اللي هو الخدمات التي بيقدمها الوسطاء الخدمات التي بيقدمها الوسطاء بيحتاجوا عمولات اه هلا اكسبلسيت كوستوف تريدين يعني هاي كلها هاي بتكون اه تكاليف مثلا نحكي لما انت بدك تدخل السوق الباي والسيل اه الوسيطة بياخد عليها اه كوميشن معين اوكي هذا الكوميشن اه من قيمة الصفقة زي ما عنا فيه سوق فلسطين اوراق المالية في سوق فلسطين اوراق المالية بياخدوا اه اه كوميشن هاي الكوميشن مش بس لله للبروكر كمان بتروح جزء منها للسوق المالي اوكي بالاضافة للسبريد اللي حكينا فيه اللي هو الفرق بين البيد والاسك وحنشوف كمان شوي انواع اخرى من من الكوست ممكن يتحملها للتريدر طبعا اه هاي بتكون غير ظاهرة لما انا بستخدم السبريد بيكون ايش معنى ايش بتكون هي خفية ما بنشوفهاش يعني هلا مثلا نشوف اه لو احنا بنشتري بنشتري مثلا سهل سهل اه باديكو نافترض لنافترض كان 2.5 2.55 هنا السبريد كم السبريد هو 0.05 مضبوط السبريد فى الحالة هذى is cost بالنسبة للنفسر، ليش cost؟ لو هو اشتري السهل حاشتيعه على 2.55 سعى؟ لما بدو بيعو بدو بيعو 2.5 فبخسرت 0.5 هلا الـ traders أو الـ dealers ممكن يروح يوسعوا الـ يوسعوا الـ spreads فهذا implicit بسموه يعني مش واضح بكون للـ investors يمكن انتو هلا عرفتو بس الـ other investors they don't know about these things ممكن مستثمرين ما بكونش بكون خفية وبعدين هاي بدأس الـ spread واضحة للكل بس في بعض الشغلات ممكن يستخدمها الـ dealer ما بتكونش واضحة فهذايش صار الفرق بيناتهم؟ 0.10 بتلاحظوا كل ما احنا وسعنا الـ spread كل ما كان الـ cost ارتفعت يعني هان الـ cost مخافضة هان الـ cost مرتفعة فعشان هيك بسموها implicit cost of trading وزي ما احنا شرحنا المرة الفاتت لما حكينا على الـ inventory حسن مستوى الـ inventory بروح بزود الـ spread وبخفض الـ spread يعني بزود التكاليف وبخفض التكاليف حتى يحافظ على limit معين من الـ هذا هنيجيله بالتفصيل النوع اللي هنركز عليه كتير اللي هو الـ margin cost اللي هو buying by margin مميش مستوى ها؟ 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 ها ده اهم اشي اشي نجرعه؟ ها في عمل ها؟ هو الأحسد اشي في المردن في عمل ممكن نمجح يام فلو احنا رجعنا هدول الـ cost هدول ازا احنا في الـ training cost هدول الكل لازم يتحملهم كل الـ investors بس في حالة المارجن اه سواء هاي الـ brokerage commission يعني عمولة الـ وساطة هاي نوع واللي هو الـ spread الفرق بين البيع والشرم في شي؟ اه فالـ brokerage commission عمولة الـ وساطة لازم احنا لازم الـ brokerage services حسب نوع الـ وساطة في بياخد commission والـ spread اللي هو تاو حكينا في الـ implicit وراثن الان الفرق بين الـ فع получить وعيد و به المنصف